الدلة التراثية الدلة التراثية هي الموروث الشعبي الذي ارتبط بشرب القهوة وبرع في صناعاتها الحرفيون البحرينيون إلا أنه مع مرور الزمن أصبحت الدلة تحفة فنية ورمزا للتراث البحريني الأصيل نعم الدلة التراثية يتطل في صنعها الدقة والمهارة العالية فبرع في صنعها ياسر الأنصاري والذي لا يزال متمسكا بها ويدعو للحفاظ عليها من الاندثار يد تحيل صفائح نحاسية إلى دلال تراثية هي تلك الهواية التي يزاولها الحرفي ياسر الأنصاري منذ سنوات طوال فما أن يفرغ الأنصاري من مزاولة أعماله في كل صباح إلا ويتوجه إلى ورشته ليقضي جل ساعات يومه فيها متشبتا بتلك الصفائح النحاسية والمطرقة التي باتت تلازمه أكثر من أربعين عاما فكان من الجميل أن تكون لنا زيارة نقصد بها الورشة لنرصد تفاصيل صنع الدلال التراثية التي هي حقا زينة المجالس ودلالة على كرم الإنسان البحريني وأصالته المواد التي تستخدم في صنعة الدلة هي النحاس الأصفر والنحاس الأحمر والنحاس الأبيض على حسب رغبة الزبون شابة هاي نعم الدلة نسوي لها مثلا هذي عندش الدلة هذي حين مطعمة بأبيض نحاس أبيض وهي صفرة ارتبطت الدلة بالقهوة وباتت من أشهر الصناعات النحاسية التراثية في البحرين فتمر الدلة بمراحل متعددة في صنعها لتصل إلى صورتها النهائية وهناك أنواع متعددة للدلال تختلف مسمياتها باختلاف أشكالها إلا أن من أبرزها الدلة القريشية التي يمضي ياسر الأنصاري في صنعها بكل مهارة وإتقان إلى جانب أنواع متعددة من الدلال هذه الدلة عمانية هذه الدلة عمانية أصلها ولكن في البحرين نغيرها على الشكل شوي على العمانية وطلعها تبدل الشكل يسموها الدلة البحرينية مكتابة من الدلال العمان والدلال فيها نوعها يترين الوطع العربي مثلا العراق يشترون بالبغدادية وبعد فيها نوعها منهم عندها سوريا بالرسلان بالحسوية من أغلى الدلال الحسوية طبعا ويالقرشية هذه البحرينية من أغلى الدلال اليوم الدلة تكون من القاعة والشامبر اللي هو هذي الشامبر هذي هو الشامبر بعدين اللحم وتشكل بيصر بهالشكل هذي ونحط لها خدود هنا هاي الملسان هاي الراس هاي الدقمة هاي العقرب هاي العروة هاي الشنافات الدلة التراثية لها تاريخ عريق وحاضرة في كل المناسبات كرمز للضيافة والعادات والتقاليد إلا أن مع ظهور الدلال الحديثة أصبحت الدلال التراثية اليوم تحفة فنية تزين المجالس ويتباهى بها أصحابها كتراث عريق يجب الحفاظ عليه صناعة الدلال التراثية هي المهنة التي تفنن في صناعتها الحرفيون البحرينيون وأبدعوا في تشكيل هيكلها وزخرفتها لتصبح الدلال تحفة فنية فريدة من نوعها تتوارثها الأجيال إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجم بقوة ترجم بقوة ترجم بقوة